أهلا بكم بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى تنطلق يوم غاد منافسات هائيات بطولة القتال النهائي التي تنظمها منظمة بطولة القتال النهائي بمدينة لاس فيغاس الأمريكية وتشارك مملكة البحرين في المنافسات ممثلة بالمقاتل المحترف فرانكي إدغار بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين بالنزال الرئيسي الذي يواجه خلاله المقاتل الأمريكي شاد منديز وقد أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن هذا الحدث يشكل فرصة حقيقية لتأكيد حضور مملكة البحرين في هذه الرياضة العالمية التي تشهد متابعة واسعة من قبل مختلف وسائل الإعلام العالمية والتي تساهم في دعم مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية والترويج للتطور الذي تشهده بالقطاع الرياضي واهتمامها بمختلف الرياضات وكد سموه التطلع لهذه المشاركة لتحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل الإنجازات التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة بالبحرينية في وقت قياسي منذ تأسيس فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء والمحترفين مؤكدا سموه الثقة بإمكانيات وقدرات المقاتل المحترف فرانكي إدغر مؤكدا أن فحص الوزن الذي أقيم يوم أمس عكس مدى جاهزية المقاتلين وأشار سموه إلى أن منظمة بطولة القتال النهائي برئاسة سيد دانا وايت قامت بجهود واضحة في سبيل إبراز هذا الحدث متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للمقاتل إدغر في البطولة مع اقتراب العد التنازلي مقاتل فريق خالد بن حمد يجتاز الوزن الرسمي ليعلن جاهزية للنزال بشكل مثلي لتحقيق إنجاز جديد عالمي فقد أنهى المقاتل المحترف فرانكي إدغر بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين أنهى الفحص الرسمي للوزن لبطولة القتال النهائي لخوض النزال الرئيسي الذي سيجمعه بالمقاتل الأمريكي تشاد ماندس والتي تستضيف منافساتها مدينة لازفيغس بولاية نفادا بالولايات المتحدة الأمريكية وبعيدا عن المنافسات مشاركة البحر في هذا المحفل العالمي هو بحد ذاته حصاد جديد فقد وضعت البحر بصمة واضحة في عالم هذه الرياضة وذلك من خلال حضورها وتواجدها في أكبر تجمع برياضة فنون القتال المختلطة لتؤكد مكانتها على خارطة الرياضة العالمية وتحظى بحضور عالمي رائع وبالعودة إلى منافسات البطولة التي تشهد الحماس والإثارة بالإضافة إلى التحدي وذلك بتواجد المقاتلين المحترفين العالميين تتجه الأنظار نحو النزال المرتقب الذي سيجمع المقاتل الإرلندي كونور ماكواغر والبرازيلي جوزي ألدو الذي يعتبر من أقوى النزالات في تاريخ هذه الرياضة ويتمتع كلا المقاتلين بشعبية كبيرة اشتركوا في القناة